حلو ام علي من قطيب الوصفات اللي انا كتير بحبها بحب اعمالها دايما وخاصة بشهر رمضان الكريم وبكل ايام السنة وصفة مفيدة وحتى بجمعات لفطور تقدموها على ترويق الصبح بتكون كتير طيبة ومغزية جدا وطريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها متوفرة بكل مطبخ وبكل بلد انا بحب تكون فيها الصلصة زيادة وبحب حطولها مكسرات بقلبها متنوعة وبتقدموها سخنة ولا اطيب من هيك بتقدموها لجمعاتكم لمناسباتكم على الوش بتحطولها رشة فستق حلبة فيكن تقدموها بدون مكسرات على الوش هيدا بيرجع لزوقكم وانا بحب اعمالها دايما بالكروة الصون اللي بيكون سادة مع عجينة البف باتستري وغرقاني بالصلصة اول شي انا هون عندي عجينة البف باتستري خبستها بالفرن عندي شي خمس حبات حسب مقاس الصينية حضرو يعني هيدي ما الى مقادير محددة منقطعن هيك مربعات صغيرة وعندي كروة صون سادة كمان رح اطعن مربعات صغيرة زي ما انتو شايفين حبتين كروة صون على الشي خمس حبات من البف باتستري قطعناهم كلهم مربعات صغيرة هلا عندي هون خلطة المكسرات جوز هند زبيب انا ما بنقع المكسرات ولا الزبيب بالمي لانو رح انقعن بالحليب حطينا معلق صغيرة ارفة فستق حلبة كاجو مفروم اذا عندك بندق حطي كمان انا احيانا نضف لها بندق كتير طيب حطينا لوز وهلا هايدي خلطة المكسرات مع الزبيب بنصير نعمل طبقة من الكروة صون مع البف باتستري وطبقة من المكسرات مع جوز الهند والارفة والزبيب اخر شي على الوش وزعت المكسرات وخلطتهم كتير كويس هلا بدنا نجهز خلطة الحليب عندي حليب سائل حطيت عليه زبدة المقادير تحت الفيديو وراح نضيف عليهم كمان مستكة مطحونة مع شوية سكر شي انا عاملي اربع كواب حليب حطيت عليهم معلقتان اكل زبدة علبة جامر كبيرة علبة كرامة حلويات ومنخلطهم كلهم على النار بس يبدأ يغلي عنا بطفي تحته بتحطهم معلقتان مزهر معلقتان مورد كمان نسيت احكي ضفنا السكر السكر عزوئك شي كوب وربع بس غليوا عندي حطيت مزهر ومورد انا نسيت ضيفهم هون فضفتهم هلا بس طفيت تحتهم كنا حطين منهم شوية على الخلطة ما بقس رجعت زودت مزهر ومورد وهلا منضيفهم هايدي ملاحظة كتير مهمة ما تحطوا كل كمية السائل انا حطيت 3 ارباع الكمية وبستنى على الصينية شي ربع ساعة لتتشرب كل السائل بس تتشرب كل السائل برجع بزود عليها قبل ما حطها بالفرن علشان لما اخبزها بالفرن يكون فيها كمية من السائل خلص الكروة الصون والباف باتسري اتشربوا الحليب السائل مع الكرامة والجامر هلا لما حطها بالفرن رجعت زودت خلص ما بيعودوا يتشربوا الحليب اللي احنا ضفنا فبيضل فيها كمية من السائل حطيناها بالفرن دقريبا بتاخد ربع ساعة بالكتير وبس تشوفوها شقرت من فوق انا شعلت شوي شوي شقرناها من فوق ورشيت عليها في السق حلبة على الوش بتتقدم سخنة كتير طيبة تكون تحطوها بسخان اذا عنكن مناسبة وبجمعاتكم بصواني بايريكس متل ما انتم بتفضلوا على الوش انا بحب حطولها كمان في السق حلبة مطحون وتكون سخنة كتير طيبة مع المستكة مع المزهر مع المورد شايفين كمية السائل فيها والبف باتسري والكرواسون تشبعوا بالحليب مع القامر والكريمة وباق الخلطة هيك ما بكونوا جامدين وبيكون فيها كمية من السائل كتير مهم انكم تخلوها ربع ساعة قبل ما تخبزوها وعلينا وعليكم بالعافية